فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد العرب والعجم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعده فحياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج بقي عندي سؤالين الأخت أمت الله بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها والأخ محمد أيضا من أبو ظبين أمت الله تسأل تقول أنا أدعو في آخر الصلاة ببعض الأدعية منها الشوق إلى لقائك و شيء من هذا القبيل تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر أخت الفاضلة بارك الله فيك هناك مقامان وموضعان في الصلاة يكثر فيهما من الدعاء أما المقام الأول والحال الأول فهو في السجود ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه حث على الدعاء في السجود وكان هو يدعو في السجود وحث عليه وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وكان يأمر بالدعاء بالسجود أمر إرشاد ويقول قمن أن يستجابك يعني حريعا يستجيب الله عز وجل لكم فالإنسان يدعو في سجوده بما فتح الله عز وجل عليه من خيري الدنيا والآخرة يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة أما بعد التحيات فيدعو بما ورد كما قال يعني علماء الإسلام بأنه يلتزم بالدعاء بما ورد ومما ورد اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحية والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني أنك أنت الغفور الرحيم هذه بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما في السجود فتدعين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فترة مضلة اللهم زينني بزينة الإيمان واللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرة اللهم ارزقني رزقا حلالا طيب وهكذا بارك الله فيك أبو محمد بن أبوظبي يقول عنده ولد في الثانوية يقول يعني جمع مبلغ من المال جمعت له مبلغ من المال يعني أيام الأعياد وغيره صار عنده رصيد جيد يقول اشتريت له تاكسي وأجرنا هذا التاكسي كدون عليه ويدخل عليه مبلغ يقول هل مبلغ هذا؟ طبعا يقول نزكي عنه الحمد لله لكن يقول هل للورثة علاقة فيه؟ أبو محمد الله يرضى عليك أن تقول لي بأن ابنك هذا تجمع عنده مبلغ من أيام الأعياد وأيام المناسبات والهدايا هذا المبلغ ملك للولد اللي في الثانوية الآن هذا ملك له ما لي أحد علاقة فيه كيف البقية الورثة؟ ما لعا أنت قمت واشتريت تاكسي فيه والتاكسي هذا أجرته يدخل عليك أظن كما قلت ألف درهم شهريا هذا المبلغ طبعا التاكسي ما تزكيه قيمة التاكسي تزكي طال عمرك المبلغ اللي يجي من التاكسي إذا تجمع وصار بلغ النصاب وحال عليه الحول اطلع زكاة ربع العشر بعد كل سنة والتاكسي والمال هذا كله الولدك ما لأحد الحق أبدا أنه يتدخل في هذا من الورثة يا أخوي أبو محمد طيب عندنا مكالمات تنتظر فضلي حمود السلام عليكم شيخي الكريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي يعني ما هي الأعذار الشرعية التي تمنع الرجل الذهاب إلى صلاة الجماعة لأن أحيانا الشيخ نتعرض بأضرار بسيطة في بعض القدم على سنة المثال قبل فترة صار عندي ورن بسيط في أسفل البطل القدم فأحيانا صعب عليه أن يصلني مع الجماعة يسبب إحراجات في القلوس وهذا يعني هل لو أكبر بعض الأحيان ما اليوم أو يومين أني ما أروح للمسجد شاء الله يا أحمد أبشر الشيخ بس في مسألة ثانية أيوة يعني أحيانا ما نريد أن ندخل صغيبة ولكن أنا ندي انتقاد مثلا لأخي أو زميلي في العمل أو إمام المسجد بسبب بعض القصور فأضطر أن يوضح لبعض المسؤولين يعني ما يترتب من قصور على هذا الشخص يعني لمصلحة هذا الشخص وأنت تشتغل في جهة رقابية أو موظف عادي لذا شيخ نحن فيه أعمال عادية أي لكن بعض الأحيان ما نحن في الصغيب ولكن هل يوجد مخرج شرعي في أن أنتقد أشخاص ليس المقصد ضيبة وليس المقصد الضرر بهم إن شاء الله ولكن لمصلحة عامة أبشر حمود بارك الله فيك شيك بارك مرحبا مرحبا أمت الله سلام عليكم عليكم السلام أهل السيف مرحب أختي أمت الله من إيران تفضلي أختي انتعي الهوى تفضلي عندي السؤالين تفضلي لأن فضلك زوجي سوى تزرع قلب وعليه خمسة عشر يوم الصيام وهو ما يقدر يصوم عند الدواء لازم يستعمل الدواء أي حين عليه الصيام خمسة عشر يوم بس كفارة و هذه الخمسة عشر يوم متى أفطرهم أفطرهم في رمضان في رمضان الفائد وكان مريض إيه كان مريض إن شاء الله يا أمت الله سؤال الثاني عندي سؤال الثاني عندي عشر تالاف درهم ما المؤسسة خيرية يعني ما للوقف هاي لا يدور عليها الحول هي عليها زكا ولا ما عليها زكا لكن هذه عطوك إياها لك أنت تبرعوا لك فيها أمتعوا لك فيها يعني مثل شيء يعني ما للوقف سوى لازم تأخطيني لا أختي الله يرضى عليك هذه الجمعية الخيرية أعطوك إياها أنت قالوا هذه لك تنفقين على نفسك وأولادك وزوجك لا لا أمتعوا لك فيها مثل شيء ما الخير يعني مثل مدرسة دينية شيء سوى إيه لكن ملكوك إياها مساعدة إيه إيه أبشر إن شاء الله أبشر مرحبا أختي أبو خالد أبو خالد أخفض التلفزيون الله يرضى عليك أخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف عليكم السلام بس لو تتكرم أخفض التلفزيون لأنني ما أسمعك فيه تردد أنا أسمعك شيخ إيه أنا ما أسمعك أخفض التلفزيون عشان ما ينقطع الخط أيها السلام عليكم مسيح لا ما يصلح يا أبو خالد الله يرضى عليك أخفض التلفزيون على الآخر واسمعنا من الهاتف طيب شوفوا غيره من؟ أفضل خليفة السلام عليكم عليكم السلام الله يحفظك مرحبا خليفة شيخي عندي سؤال أي أنا عندي أم من الرضاعة أيوة وزوجها عنده بنت من حرمة ثاني زوجها ثاني فأنا ما أعرف البنت هذه شو علاقتها فيني يعني هي سير أختي بالرضاعة أو أقدر أتزوجها لا يتفضح يعني الآن أنت رضاعت من امرأة وهذه المرأة زوجها عندها امرأة ثانية أنت ما رضعت منها وعندها بنات هذا المقصد أبشر أبشر يا خليفة مرحبا سارة نعم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ عندي سؤالين فضلي السؤال الأول يا شيخ زوجي كان متعصب كتير وقال لي على أخت زوجه أخت زوجة أخوه أن حرام طلقك لو كان تتكلمي معها في الهاتف أو تدخلي عندها في بيتها أو تدخل عندك في البيت ويا شيخ مرة وقت راهي في واحد الشهر من هذا الكلام كان متعصب وقال لي وقاع يا شيخ ورفضت التليفون وتكلمت معها وما نشعر فين شا نبيره يا شيخ راحاير زوجي وراه نادم لي قالها وراه باغي يكون زوجة أخوه تولي معنا علاقة كما كانت متباقة راحاير واش يعمل طيب يا ساعة وسؤال تاني يا شيخ يا شيخ أنا في الدين تعصيان 26 يوم وكل ما نصوم يا شيخ نمرت صدري يقفل علي قلبي يحرقني ونطيح ومن نجمش نوقف نكمل القعام هاري مستحيل وكل ما نصوم نهار نطيح قدام المغرب ساعة ساعة ونص ناكل ما ننجمش نصوم أنت مريضة؟ يقولوا لي ما عندك والو في الأطباء أنا حايرة أنت مريضة يا سارة مريضة أنت؟ يا شيخ أنا مريضة بس أحكيم دير تحاليل ما يسيبوا عندي حتى حاجة وأنا مريضة كثير يا شيخ غيرنا ما ناكلش نصوم نصومها نمرض نطيح نفشل ما نطيقش كون نوقف طيب لو أجلت الصيام إلى الشتاء مثلا أيام البرد الآن صمت راني في أربع أيام يا شيخ وطحت مرت احنا المغرب عدنا على الستة الخمسة فطرت ما نجمت يا شيخ كم عمرك أنت يا سارة؟ أربعة وثلاثين عام صغيرة يعني نعم يا شيخ ويا شيخ في رمضان كنت نصوم في رمضان نقعد نائمة حتى بعد الظهر كن نود عادة نبدأ ندير بعد الجهودات وكي نكمل يومي لما بكثير في رمضان عادي ولا في صعوبة؟ الصعوبة في الدين يا شيخ والأجر لا أقدر أصوم ودرت كل التحاليل يا شيخ ما صغف فيها حتى حاجة شاء الله يا سارة تسمعين الجواب صحة شكر شكرا مرحب مرحب أم فهد علو السلام عليكم عليكم السلام يا أخنا عندي سؤالين الله يعافيك فضل أختي السؤال الأول الوالد متوفي من وقت قصير ودائما الأهل يبكون عليك اليوم هل البكاء يأذي الميت؟ والسؤال الثاني الله يعافيك شنو أفضل الأعمال اللي نقدمها له تفيدة يعني بعد وفاته شاء الله يا أم فهد يا أخي العافيك يا أم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي العافي فضيلة الشيخ يا أخي مرحبا مرحبا فيك أنا عندي أربع أسئلة بس كبار كتير يلا على السريع السؤال الأول فضيلة الشيخ أنه أنا بعرف أنه بالنسبة لتعليق الصور أنها الصور ممنوعة مثلا أنا عندي فكرة بسيطة لكن أنا سؤالي بالنسبة لتعليق الصور على جدران الغراث فقط يعني أنا إذا كان ممكن أعلق صور أولادي ثلاثة أولاد عندي فقط صور تخرجهم من الجامعة كل واحد منهم عم بيستلم من رئيس الجامعة شهدته طيح أنا ما في يعني نساء ولا كذا طيح لا هي صور أعراض ولا أبراح ولا واضح واضح وثانيا إذا كان صور أطفال فقط لا مع أمهم ولا مع أبوهم ولا أحد ألحانهم إن شاء الله تسمعين التفصيل في هذا السؤال الثاني إن شاء الله السؤال الثاني فضيلة الشيخ إحنا مرات الستات بدنا نروح نشتري ملابس نتقر نروح على محلات فيها رجل أنا المرة يعني من سترة روح تأشتري ملابس نشتري ملابس إما خارجية أو داخلية رجل اللي موجود في المحل ما في إمرأة يعني ما لقيت إمرأة وأحيانا يقتضي الأمر إنه تهوت الوحبة على غرفة الإياس حتى تقيس ملابسها الخارجية طبعا فكت بنطلون بلوث إلى آخرين فقط لا غير هل هذا يعني شرعا يجوز أنا كنت في المحل والرجل لوحده موجود وأنا اشتريت الملابس وهو الرجل موجود طيب سؤال الثالث الثالث لو سمحت في أنا هنا في الأردن طبعا إنه متهيأ لأنه كل البلاد فيها أنا عندي سأتي تمليك كل أول العام نروح مندفع قصد اسمه المثقفات المثقفات اللي هي ضريبة وجود هذا البيت عنده الواحد كتير ناس قالوا لي لش عم تدفعين هذول قالوا لي إلنا عشر سنين ما زفعنا إلنا خمس سنين ما زفعنا بسجعوني إني ما أدفع أنا شخصيا خايفي يكون إنه هذا عبارة عن تهرب من التزام للحكومي وأقسم عليه يعني مش عارف إيش أتصرف يعني إن شعال الأدفع أو ما أدفع بولوا لي إحنا ملايين البشر ما عم بيدفعوا رح يطلقونا من بيوتنا مثلا يعني يستنكروا إنه ممكن هذا الحكي لكن أنا مش مطمئني نفسيا لإني أنا أتحرب من هذا الموضوع إن شاء الله السؤال الأخير السؤال الأخير فضيلة الشيخ أنا كتير كتير دائمة الشغل في البيت وعندي يعني طريقة إني بمسك المسبح بشتغل في إيد اليمين عشان أفسح المزال لإيد اليسار أمسك المسبح باستمرار واليسار طول الوقت بسبح وبشتغل بشتغل بشتغل يعني لا حفظا للوقت يعني أكثر هل يجوز وثانيا في حال لو أنا عادة عادة أنا بسبح وبهلل بذكر الله على أصابيه فهل فقط يجب الأصابع الإيد اليمنى ولا برضو اليد اليسرى ممكن إن شاء الله أبشر يا محمد أبشر مرحبا 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 طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأخي حمود بارك الله فيه يسأل يقول ما هي العذارة الشرعية التي تمنع من الذهاب إلى المسجد هو يعاني يقول ورم في قدمه يقول يعني منعني ذلك من الذهاب إلى المسجد فهل هذا مشروع أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية والنفع درجتك وعلم يا أخي الفاضل أن ما أصابك أن ما هو بقدر الله عز وجل فاحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى لا تحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا الأمر الثاني بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال لقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضل والله الآيات ويقول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر العمارة نوعان عمارة حسية بالبناء والتشهيد والرفع وعمارة معنوية بالصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجماعة ولذلك قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له جاء في لفظ إلا من عذر وأيضا جاء في حديث إسناده فيه ضعف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لكن المعنى الصحيح وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تغيض على أقوام اللي يشهدون صلاة الجماعة حتى قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام اللي يشهدون الجماعة وفي لفظ الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا كل يدلنا على ماذا على وجوب تلبية النداء حتى رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بيني وبين هذا المسجد وادي ثم رخص له النبي في أول الأمر يصلي في بيته ثم ناداه قال تعال أعد علي ما قلت فأعاد عليه فقال تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال له فأجب فإني لا أجد لك رخصة والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يلتزم صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا طبعا هناك جملة من الأعذار التي تمنع الإنسان أو عفوا يرخص للإنسان فيها أن لا يشهد الجماعة منها المرض منها المرض فالمرض عارض من عوارض الأهلية وعذر يعني يرخص فيه للإنسان أن يشهد الجماعة فالله جل وعلا في مسألة الصيام يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر وأيضا النصوص كلها تشير إلى أن المرض عذر عذر من الأعذار النبي عليه الصلاة والسلام حينما جحش سقط من جنبه من جنبه الأيمن صلى في بيته سقط فتأذى جنبه الأيمن صلى في بيته عليه الصلاة والسلام فإذا كان الإنسان مريضا مثلا يعذر له بترك الجماعة يصلي في البيت أيضا إذا كان المسجد بعيد بعدا بحيث أنه لا يسمع الأذان مجردا عن الميكروفونات واللواقط هذه يعني إذا كان المسجد مثلا مسافة طويلة لو أن المؤذن قام على المنارة أو قام على سطح المسجد وأذن ما تسمعه هذا عذر ورخص لك في أن تصلي في البيت أمر آخر إذا كان هناك مثلا مطر شديد فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل مطر شديد أمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم يعني كل واحد في بيته كل واحد في بيته والعلماء يذكرون على هذا جملة من الأمور مثل البرد الشديد والحر الشديد الذي الإنسان يخشى على نفسه أو يغلب على ظنه أنه لو ذهب أنه يتلف أو يحصل له شيء من الأشياء ذكروا أيضا الخوف الحمد لله لأننا بلاد مستقرة وآمنة ورأينا ما كتبه الفقهاء عيانا في بعض البلاد التي حصرت فيها فتن وثورات نسأل الله تعالى السلام والعافية إذا راح للمسجد يحصل له ضرر أو قتل أو تفجير أو شيء من هذا القبيل يصلي في بيته يصلي في بيته وأسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على جميع أوطان المسلمين حمود بارك الله فيه يسأل يقول هل للشخص يعني أن ينتقد موظف مثلا من الموظفين أو زميل في العمل زميل في العمل يقول لوجود بعض القصور هل هذا يعني يعني أمر مشروع خاصة أنه يخص المصلحة العامة أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للإنسان أمام هذه المسألة على ضربين إما أن يكون موظفا مسؤولا على مسؤولا في متابعة الموظفين ما يسمى بجهة الرقابة أو التفتيش أو مثلا جهة يعني مسميات كثيرة في الوزارات والشركات فنعم يجب عليه أن يقوم بهذه الوظيفة خير قيام وذلك بالتنبيه تنبيه الإدارة تنبيه المدير تنبيه المسؤول على الأخطاء التي تقع من الموظفين سواء التسيب الإداري الوظيفة الآن الذي يخرجون من العمل أو ترك العمل والالتهاب وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة الجرائد والمجلات أو الإضرار بالمراجعين مثلا جمهور الناس الذين يأتون إلى العمل بالإساءة إليهم أو بعدم استقبال من الاستقبال الجيد هذه مسؤولية الموظف بعض الموظفين الآن اسمه محقق اسمه مراقب اسمه مفتش اسمه معقب اسمه متابع على حسب الوظائف وظيفته يعرف من في الوزارة أو في الإدارة أو المنشأ يعرفون بأن هذه وظيفته ولذلك هو مفرغ لهذا الأمر وهي يعني من جملة الأمور التي هي من جنس الحسبة عند الأولين يسمونها الحسبة وهي تدخل ضمن قاعدة الأمر من معروف أنها على المنكر هذه ترى لوجود أخطاء ومنكرات عند الموظف إدارية أو شرعية أو كذا وينبع عليها الأمر الثاني الشخص الآخر لا ليس مسؤولاً وإنما الزميل في العمل أو شخص من خارج العمل فإذا وجد أخطاء يجب عليه أن يتبع الخطوات التالية أولاً أن يستر على هذا الموظف في بداية الأمر بمعنى أن لا يجاهر وليقول والله شفته ورأيت وكذا لا الثاني وهي ملازمة للأولى ملازمة ملازمة لا يستر عليه ويتركه ويروح لا ملازمة للأولى أن يقدم لها النصيحة يقول يا أخي يا زميلي يا صديقي يا حبيبي يا الفاضل اللي سويت غلط ما يجوز وبينه بينك لأن مثل ما قال الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصحة بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه ودائما يقولون من نصحه خاه سرا فقد نصحه ومن نصحه علانية فقد فضحه فيقول الكلام هذا إذا والله استجاب وندم على ما صدر منه الحمد لله حققت أنت شيء عظيم أولا سترت على مسلم والأمر الثاني عدلته وقومته وقد نمت لهذه الموعظة والنصيحة اللي جعلته فعلا يغير سلوكه يغير خطأ وكسبته الحمد لله يعني أضفت لبنة صالحة لهذه المنشأة أبل أضفت لبنة صالحة لهذا المجتمع أضفت لبنة صالحة لهذه الأمة إذا والله يعني عاند في ذلك وأبى واستكبر وتعالى ورفض لك الحق الكامل أن ترفع أمره إلى الجهات المعنية في إدارته أو منشآته أو الجهات ذات الاختصاص في البلد كمثلا شيء مثلا في مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة أو شيء من هذا القبيل ترفع أمره إليه وأهم شيء أن يكون عندك الأدلة كاملة في قضية خطائه ومدام ذكرت بأن موظفك هذا أعتقد بأن أغلب الموظفين خاصة إذا ذكرتهم بالله أو بيّنت لهم أهمية هذا الأمر مهم يعني أخلاقيات الموظف أن تكون حاضرة وأن تكون مفعلة أعتقد بأن الناس سيستجيبوني يا أخي حمود بارك الله فيك أمت الله من إيران تقول بأن زوجها زرع يعني زرع عنده عملية قلب وكذا تقول عنده عشرة أيام ما صامهم عشرة أو خمسة عشر يوم تقول ما صامهم ما يقدر يصوم يا أمت الله مدام أن زوجك كان مريضا ثم أفطر في رمضان عشرة أيام والآن ما يستطيع بسبب يعني تركيب صمام قلب أو شريان أو شيء من هذا القبيل أسأل الله أن يعافيه وأسأل الله جل وعلا أن يديم عليه الصحة والعافية إذا كان الطبيب قالوا له ممنوع تصوم إلى آخر الدهر ممنوع إلى أن تلقى الله عز وجل لأنك مريض ما يصوم يطعم يخرج كفار عن كل يوم من الأيام التي ما استطاع صيامه إذا قالوا له لا أنت في فترة سنة سنتين ثلاثة ثم إن شاء الله الأمور طيبة تصوم بعدين لا ما يطعم وإنما يقضي بعد ذلك بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعافيه أمت الله تقول يعني أنا وصلني مبلغ عشرة آلاف درهم تقول من مؤسسة وقفية خيرية تقول يعني ما الحكم عليها زكاة أختي أمت الله بارك الله فيك شوفي أي مبلغ يدخل عليك من زكاة من صدقة من وقف من هبا من هدية ما دام دخل عليك وعطيتي إياه بوجه يعني بوجه شرعي بوجه طبيعي هذا ملك لكي أصبح الآن داخل ملكك تملكينا ولذلك تجري عليه أحكام المال المملوك لكي فهو مال لكي أصبح الآن تستقبلين به سنة جديدة يعني من الآن ثم سنة كاملة إذا بقي عندك المبلغ وبلغ النصاب تخرجين زكاة تبارك الله فيك ولك الحق أنك تتصدقين منه ولك الحق أنك تهدين منه وتهيبين منه أنت حرة في هذا المال توفقين على أولادك إذا قالوا لك والله شوفي هذا المال مخصص وقف لأولادك ما يتعلق بالمدارس ما تنفقين في غير ذلك تعطين لأولادك رسوم دراسة شراء كتب شراء شناط شراء ملابس ما دام قالوا لك هذا الكلام أو قالوا لك والله شوفي هذا وقف للفقراء للطعام فقط ما تشتريين فيه إلا طعام قالوا لك والله ملابس وهكذا أما إذا قالوا لك خذي هذا المال لكي و لأولادك و لبيتك أنت حرة في شراء الأشياء النافعة و ليست الأشياء الضارة طيب عندي فاصل قصير نأخذه و نروح إليه ثم نعود إليكم بحول الله و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون حياكم الله من جديد الأخ خليفة بن العين بارك الله فيه يقول أنا رضعت من امرأة و لها ضرة يقول يعني هذا الرجل عنده زوجتين أنا رضعت من إحدى زوجتي يقول بالنسبة لبناته من الزوج الثانية يقول يحلون لي و لا لا أخ الفاضل بارك الله فيك الفقهة يقولون اللبن للفحل يعني للزوج و لذلك لو كان عند الزوج الآن أربع نساء مثلا و أنت رضعت من واحدة فقط جميع بنات الباقيات يحرمون عليك لأن اللبن للفحل و ليس المقصود فقط من الرضاع فقط في المرأة يعني ينتشر في أولاد المرأة هذه فقط لا و إنما في جميع أولادها و لذلك بنتها الأخرى هي أيضا محرمة عليك سارة بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني عصب كثيرا و حلف عليها بالطلاق إن هي كلمت زوجة أخيه يقول أو دخلت عليها مثلا أو إن هي كلمت زوجة أخيه أو دخلت عليها أو يعني شيء من هذا القبيل يقول بعد تقول بعد فترة تقول كلمتها و هو نادم على مثل هذا الأمر شوفي يا أخي سارة أنا في هذا البرنامج ما أفتي في مسائل الطلاق أنا لا أفتي ولا تأخذ مني فتوى في هذا الأمر لكن هذا ما يمنع أنني أبين أفصل بعض الأحكام الشرعية و لذلك زوجك بارك الله فيه يحتاج أن يذهب بنفسه إلى مفتي و يجلس بين يديه و يقص عليه القصة كاملة يقص عليه القصة كاملة لأن المفتي سيسأله عن نيته و عن قصده و عن مرامه و مراده مهم جدا يا أخت الفاضل أيضا يسأله كم طلنا قبل قد يكون زوجك متورط في أكثر من طلاق تعلمينه أو لا تعلمينه هذه مهم جدا يا أخت الفاضل و طبيعي لما قلت لي ندم طبيعي يندم ما في أحد يستعجل بمثل هذه القضايا إلا و يندم على العموم عندنا مسألة يسميها العلماء تعليق الطلاق على شيء يعني الزوج الآن علق الطلاق على كلامك مع هذه المرأة أو على دخولك عليها أو على إدخالها البيت هذه يسمى تعليق الطلاق و العلماء فيها مذاهب شتى التعليق هذا فيه مذاهب شتى منهم من يرى أن الطلاق يقع بمجرد حصول هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه هكذا يقولون في قول آخر قالوا لا يقع مطلقا قالوا لا يقع مطلقا هذا من أضعف الأقوان و في قول ثالث قالوا ينظر إلى نيته فإن كان قصد حقيقة الطلاق وقع طلاقا و إن كان أراد التهديد أو المنع مثلا أو الحث على فعل شيء أو ترك شيء فإن هذا يخرج على أنه يمين يكون يمينا بارك الله فيك عليه الكفارة أرجع و أقول هذه ليس فتوه هذا تفصيل بمعنى أنني أفتح لك باب أمل فزوجك الآن إما أن يتصل تحت الهوى أو يذهب إلى مفتي أو عالم و يحاول أن يتحاور معه و يبين له سيسأله المفتي جملة من الأسئلة كم مرة طلقت قبل يمكن طلق يمكن واقع في مصائب ما تدري أن أنت عنها و ما هي النية النية أنت ما تحددينها هو الذي لأنه ما يمكن للإنسان أن يفسر نية الآخرين ما يمكن لأن النية عمل قلبي ما يعرف المراد إلا صاحب القلب هذا هو الذي يفسر عن نيته و يفصح عن طويته و لذلك تلفاضلة قولي لزوجك هذه النصيح أم فهد من الكويت تقول الوالد توفي من قريب وقت قصير و كذا و الأهل يومين يبكن عليه تقول ما الحكم في مثلي هذا أم فهد أحسن الله عزاكم و عظم الله أجركم و غفر الله للوالد أسأل الله جل وعلا أن يجعل في جنات النعيم و أن يخلف عليكم خير أخت الفاضلة البكاء على الميت مشروع لكن بقدر و بحدود فالنبي عليه الصلاة و السلام حينما مات ابنه إبراهيم بكى و قال العين تدمع و القلب يحزن و لا نقول إلا ما يرضي ربنا و إن على فراقك يا إبراهيم لم يحزونون لكن ما ثبت أن النبي سلم بكى طوال عمره على إبراهيم و ما ثبت أن النبي سلم بكى على زوجته خديجة خديجة العملاقة هذه التي كانت أول من أسلمت و كانت تسانده مساندة عجيبة ما ثبت أن رسول بكى عليها الدهرة كله و ماتت بنته للنبي سلم ما ثبت أنه بكى عليه و كان النبي عليه الصلاة و السلام رقيق الطبع لين القلب لما جاءت إحدى بناته بولد لها و نفسه تقعقع كأنها شن يابسة بكى حتى قال سعد يا رسول الله ما هذا القائد العام لهذه الأمة يبكي فيقول أنه سلم يا سعد إنها رحمة الراحمون يرحمهم الرحمن إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء لكن ما أقام رسول الله المآتم و لا قال والله هذه بعد سبعة أيام نجدد الأحزان و بعد أربعين يوم نجدد الأحزان و بعد الحول سمونا الحولية نجدد الأحزان أبدا بل الشريعة ترفض الاستدامة استدامة البكاء واستدامة الحزن الحزن يوم يومين ثلاثة أيام العين تذرف و القلب يحزن و بعد ذلك الناس يشوفون أعمالهم و يشوفون مصالحهم الزوجة فقط هي اللي اتحاد أربعة أشهر و عشرة أيام البقية يشوفون حياتهم و الميت و ما الذي ينفعه ينفع العمل الصالح و أيضا ما يهدى له من ثواب مثلا الصدقة مثلا أو الدعاء له هذا الذي ينفعه هو جواب على سؤالك الثاني و لذلك اختلف فاضل إن صح الأهل و يشكرون على هذه العاطفة و شيء طبيعي خاصة والدهم أكيد غالي عليهم لكن استدامة هذا الشيء هذا غلط الإسلام لا يدعو إلى استدامة الحزن حتى أن الله عز وجل عتب على نبيه لما في بداية الدعوة في بداية الرسالة كان يحزن الحزن الشديد قال فلا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون و قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا و قال الجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات و لذلك قاعدة عندنا في الشريع أن الحزن مؤقت لا يجوز أن يكون الحزن دائم ديننا ليس دين أحزان و أتراح و دين هم و غم لا دين سعادة و فرح صحيح عندنا أحزاننا لكنها بضوابط شرعية يموت الميت فنحزن عليه فترة ثم ينتهي و نبدأ نوصل إليه النفع المشروع في كتاب الله و في سنة النبي عليه الصلاة و السلام مثلا الدعاء لهم هذا أهم شيء الآن الميت ما يستفيد من البكاء ما يستفيد و جاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه طبعا قال العلماء إذا كان هو أوصى بذلك إذا كان هو الذي أوصى بأن يبكون عليه كما كانت عادة الجاهلية إذا أنا ميت فبكيني يا أم كذا و يعني لهم أشعار في مثل هذا الأمر لكن عموما إذا كان الميت تكره هذا ما يضره شيء و لا تزر وازرة وزر أخرى لكن أهم شيء أخت الفاضل أم فهد تقول كثروا للوالد من الدعاء عليكم بالصدقة شوفوا له وقف مثلا عندكم ما شاء الله في الكويت الأوقاف جيدة تروحوا لهم تقول والله نبغى مسجد للوالد أو مثلا حفر بير أو طباعة مصحف أو أي شيء أو كفالة أيتام هذا اللي ينفعه أم والله الحزن يوميا لا ما يصرح بارك الله فيكم أصر الله عز وجل أن يعظم الأجر و أن يرحم الوالد أم محمد من أردن تقول يعني هي تعرف بأن تعليق الصور ممنوعة تقول على جدران الغرف ممكن أعلق صور أولاد المتخرجين يعني وهم يستلمون الشهادات أم محمد الله يرضى عليك أنت مثل ما يقولون أنت عطيت فتوى ثم بعد ذلك حاولت تنقضينها تقولين أعرف بأن الصور ممنوعة تعليقها ممنوع إذن أنت تختارين هذا القول تعرفين بأن المسألة فيها قوال فإذا كنت أنت تختارين القول بالمنع منع الصور ما يصلح لك أخت الفاضلة ولا يجوز لك أما تقول والله لا والله أنا أسأل هو المسألة هذه نرجع فيها إلى حكم الصور الآن الفوتوغرافية الصور هل هذه هي التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام باللعن و بقوله لعن الله المصورين و شيء من هذا القبيل هذه مسألة الخلاف فيها طويل جدا بين أهل العلم ولذلك أخت الفاضلة دائما عندنا قاعدة الإثم ما حاك في نفسك و كرهت أن يطلع عليه الناس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن الحلال بين و إن الحرام بين و بينهما مشبهات فإذا كنت تقول والله أنا الحمد لله عارف الحكم و كذا لا تنقذين هذا الحكم ما دمت تعتقدينه أما والله تقولين لا أنا ما أدري هذه مسألة خلافية جمهور الفقهة على الكراهة يكرهون تعليق الصور و بعضهم يقول تزول الكراهة إذا مثلا كانت هذه الصورة التي من ذوات الأرواح ليست مكتملة يعني هي لجزء مثلا من البدن أو شيء من هذا القبيل لكن مثل ما قلت لك اختلفاظنا حاولي أن تشتغلي بالشيء النافع الذي يرفعك عند الله يقربك عند الله شوفي مثلا الأشياء أي عمل الآن من أعمال الدنيا أي عمل تريد أن تقومين فيه طبعا هو ليس فيه مردود مادي يعني يعني لازم نفرق أعمال الدنيا على نوعين العمال يقوم فيه الإنسان فيها مردود مادي و فيها أشياء لا ما فيها مردود مادي لا تضر ولا تنفع شوفي هل هذا الشيء يقربك إلى الله أم لا إذا كان ما يقربك إلى الله شوفي هل ضر أقرب أم نفعه هل فيه شيء مشتبه أم لا فاجتنبه دائما إنسان يفر من الشك إلى اليقين يفر من الشبهة إلى اليقين هكذا طريقة المسلم في هذه الحياة فضل عثمان فضل يا عثمان شيخ جاك الله خيخ سؤال الله يحببك فضل أبوي طال عمرك أنا عندي خدامة مسيحية في البيت و عندها صورة في خزانة ملابسة صورة من المسيح هذا ما يعبدونها فما أدري حكم هذا أطلع صورة برا إن شاء الله أطلع الخدامة برا على البيت إن شاء الله أبشر إذاك الله خير مرحبا 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 محمد نعم تفضل الشيخ السلام عليكم السلام عليكم أحمد الله الله يسلام عندنا اثنين أولاد متراضعين ايه كل واحد راضع من الحرمة الثانية واحد راضع من الحرمة الثانية واحد راضع من الحرمة الثانية هل لهذا الأولاد يخوا أولاد أخي محمد عندك أنت عيالك هذول عيالك لا لا أعلم أنا بنفسي أنت راضع من حرمة أنا راضع من حرمة ولدها ميد أه؟ ولدها ميد أهوه قبل أولادها ما علينا من ولدها لكن أنت راضع من حرمة الثاني منه الثاني هو كان راضع من أمي ولدها راضع من أمك أي هذا المتوفي وأنت رضعت من أمه نعم طيب الآن السؤال وين يعني العين أن أخاوي أولاد يهيب ما هو أخاوي أولاد يهيب إن شاء الله أبشر يا محمد وإذا تحددون رجال كذلك يعني إذا الأرمى ما ترأي لها وهو شيء خلق الثاني ويابة أولاد كيف نظر فيهم إن شاء الله يا محمد شكرا الله خير مرحبا طيب طيب أما محمد أيضا من الأردن تقول أحيانا نذهب إلى السوق نشتري ملابس وللأسف يكون الذي يبيع ملابس سواء الداخلية أو الخارجية رجل ونضطر أحيانا إلى أن نقيس الثياب هذه في غرفة الملابس تقول هل يجوز مثل هذا الأمر أقول فاضل الأصل أن المرأة يعني تذهب إلى محل فيه مرأة هذا الأصل ولذلك أنا أعرف أن النساء في الغالب أنهن يعني يستوحشنا لما يدخلنا إلى محل فيه رجال يبيع ملابس الداخلية للنساء يعني الإمرأة الإمرأة ما تتحمل مثل هذا الأمر ولا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن تقيس بوجود رجل فإذا كانت تقصدين ملابس الداخلية هذا شيء حقيقة ما أعتقد أن إمرأة فعلا عقلها معها تشتري من رجل بمثل هذه الطريقة ما أدري قد يوجد لكن أنا ما أدري أقول ما في إمرأة يعني ممكن أن تقيس أشياء داخلية حساسة جدا يعني ما يراها إلا الزوج مثلا أمام رجل أما إذا قصدت والله بعض الملابس التي يعني داخلية المقصود ليست الداخلية التي فيها خصوصية هذه مسألة أخرى لكن قياس المرأة الملابس هذه إذا كانت مثلا القمصان كانت التنورة ما فيها شيء أما أنها تخلع ملابسها لتقيس ملابس داخلية خاصة هذا ما يجوز بل فيها لعنة ورد عن المسلم لعن المرأة التي تخلع ملابسها في غير بيت زوجها خاصة مثل هذه الأشياء وتعرفين الآن نحن في وقت الأسف الشديد أصبحنا ما بين فترة أخرى نشاهد بلايا و كوارث من تصوير وضع الكاميرات والشيء من هذا القبيل ممن لا يخافون الله فيما يبدونه و يخفونه و لا يراقبون الله تعالى و لا يخشونه فيضعون بعض الأشياء التي و العيوذ بالله فيها مصائب لذلك المرأة يجب أن تكون حازمة و تكون جادة و تكون حقيقة يعني بالنسبة لهذه القضايا عندها حسن فيها الثياب الداخلية هذه لا يجوز لها أن تخلع في محل الملابس الأمر الثاني ملابس الأخرى إذا كان بالإمكان تأخذها إلى البيت و تقيسها في بيتها ثم تعود مثلا تشترط عليه بعد ما تدفع المبلغ أنها ترجع الملابس مثلا إذا ما كانت مناسبة له بهذه الطريقة و الآن نعرف نساء كثيرات يقول للبايع إحنا بنأخذ الملابس و ننقيسها في البيت و نشوف إذا الصلاحة و رجعناها إذا قبل قبل ما قبل الحمد لله المحل لا تواجد فلذلك أنا أدعو أخواتي عدم التساعد مثل هذا الأمر و الانتباه و الحذر و أيضا تشجيع أخواتنا النساء اللائية بعنا يعني نظر الجنس إلى الجنس الواحد يعني ما في شك أنه يعني أخف من نظر جنس الرجل إلى المرأة و هذا معروف هذا و لذلك و أنا أقول لا لا أقول والله يحرم على الرجال لكن أقول غير لائق و لا يمكن أبدا أن المرأة ترتاح لما تدخل إلى محل يبيع المنابس الداخلية و يكون فيه رجل ما ترتاح ترتاح إلى المرأة التي من جنسها أم محمد تقول بأن يعني عندها شقة تمليك و تدفع طبعا الأقصاط هذه الشهرية تقول لا موها الناس و قالوا لها ليش تلتزمين بهذا الدفع الحكومي كل الناس ما يدفعون تقول ما الحكم في مثل هذا الحالة تقول أنا غير مرتاحة يا أم محمد عدم ارتياحك هو الصواب عدم ارتياحك هو الصواب للأسف الشديد للأسف الشديد كثير من الناس خاصة المسلمين يا للأسف الذين يؤمنون بالله و اليوم الآخر و يعرفون بأن الله تعالى سائلهم عن الصغير و عن الكبير و عن القنطار و عن القطمير و لا يعزبوا عن ربنا مثقان درة في السماوات و لا في الأرض و الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة للأسف الشديد يعني من قواعد الناس اللي نسمعها يقول ما طاح بيدك و حلال يقول لي طاح بيدك حلال يعني أهم شيء إذا دخل عليك مال هذا حلال لك من يقول كلام هذا عوذوا بالله نسأل الله العافية و السلام و من الناس من يقول ما للحكومة حلال لا تسدد الآن بعض الناس للأسف عنده جرأة عجيبة على تقحم الحرام نسأل الله العافية يقول ما للحكومة حلال فإذا حصر على قرض سكن و كذا قال يا رجال لا تسدد أبد يا رجال هذا ما الحكومة هذا بيت المال غير منتظم هذا كذا و كذا و يبدون يأكلون المال بالحرام و يسألون يقول ندعو الله ما يستجيب لنا من وين من هذا الشغل من أكل الحرام و لذلك لا تنظرين إلى الهالك كيف هلك و انظري إلى الناجي كيف نجى خلك أنت قدوة و أقول للناس لا هذا الصح خلك قدوة في الخير و لا تكون انتابع لهم في الشر بارك الله فيك أعتذر منك يا محمد باقي لك سؤال و الأخ عثمان من الشارق و محمد من السلطة أعتذر و الله منكم لأن وقت البرنامج انتهى لكن موعدي معكم و غدا بحول الله و قوته ألتقيكم فأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج أشكركم على المتابعة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أفأمن الذين يتفكرون أفأمن الذين يتفكرون